حسام حسن يتعصب جدا على الحاكم في الشوز التاني بعد ما دخل فينا الجول ما ظنش يتعصب على اي حاجة على قد ما افتكر ضربة الجزاء اللي ما تحسبتش مليون في المية مستفزة ضرب الجزاء مليون في المية صحيحة لكن الاكبر بالنسبالي والاصعب بقى عيب اوي بقى يعني بقى عيب اوي حيب نلعب تصفاكس عالم كلش اقولك ده تحت رعاية الفيفا يعني انا تحت رعاية الفيفا او تحت رعاية الكاف او تحت رعاية اللي رعايته ما ينفعش انا بلعب تصفاكس عالم لقارة بحجم قارة افريقيا فيها منتخابات ولاعبين بقيم تسويقية منهم محمد صلاح على سبيل المثال ويقول ما عليش اصل المباريات بدون فار عشان بوفر مش اكسمها كده الامور دخلت في اطار اللا منطق ولا عقل وانه ما بقاش ينفع انتوا تقولوا صح بس هوا مش توفير عشان هو في بعض الملاعب في بعض الدول الافريقية الملاعب نفسها غير مؤهلة انه يبقى فيها فار لها علاقة بالامور الكاميرات والتفاصيل الملاعب نفسها مش مؤهلة انا سألت في الكلام ده قبل ما اخش قالك انه ده مزي كاس الامم انا ما اقدرش منتخبات استبعيدها تماما من تصفاكس عالم عشان ما عندهاش الامكانات دي بس الجزئة اللي انت قلت عليها ان هنا بقى ساعدتها الكاف ممكن يا تدخل انه الكاف هو اللي يصرف الكاف هو اللي يشوف حاجة في حل في الملاعب دا بس يتكلم في تصفات كبيرة جدا في بلاد او في دول او في منتخبات ما عندهاش خالص الامكانات بمنتغل بساطة يا كريم لما بقى في اي مشاكل في اي ملعب او في اي حاجة الكاف بيعمل ايه بين المباراة هادا الفريق ما بيستبعدوش بين المباراة والاقرب دولة يختارها الفريق دا بين المباراة ومش قضيتي دي مش مشكلتي انا حطيت معايير انا حطيت معايير في الاخر معايير العدالة على جميع الفرق فانا مجلس تقولها اصل المنتخب اللي مش قادر يروح دولة تانية يروح مكان تاني بالمناسبة ممكن يا كريم تتذكر السنة اللي فاتت في تصفيات امم افريقيا غينيا كان عندها مشكلة والكاف مستبعد ملعبها راح تلعبت فين؟ راح تلعبت في المغرب حضرنا مواطش مصر وغينيا وحيفة في المغرب لان عندهم مشكلة خلاص طالما عندك مشكلة وبتقدر تطلع بره ما تطلع بره عشان الفار ايه القضية؟ طالما هي مش قصة تكلفة لو منتكلم على جاهزية الملعب نفسها لا مليون في المئة ممكن رفع من بسبب المجموعات تسع مجموعات والتسع مجموعات كل مجموعة فيها ستة فانت بتتكلم في اربعة وخمسين التحق مهي افريقيا فيها انا محمود انا ما يلل الكلام بتعجيمي منفقش تبقى تصفيات افريقيا مؤهلة لكاس العالم ومبقاش فيها فارس الفارد ده كمان مبقاش حاجة شكلية كده والحاجة تكملية واللي عنده فارد ماشي واللي ما عندهش خلاص الفارد بقى زي زي الحكم مثلا الرابع حكم المساعد يعني لازم يبقى اساس كل المباراة يبقى في فارد ليه؟ خد بالك كمان من النقطة مهمة جدا ان الحكام حكام الساحة يعني مثلا حكم الساحة النهاردة ده راجل ده متعود يلعب مباراة مثلا بالفار او اشارك في مباراة كاسيرة بالفار احيان الحكم ما بيصفرش بسرعة متخيل للحظة ان الفارد هيداعه فانا مش اخد الريسك ودي انا فممكن كل حاكم النهاردة كان بيفكر بس خلاص هي جزء من الثانية تلازل بيتصفر يا ما تصفرش فالحكام نفسهم بتؤسسها هتعودوا ان في فارد هيساعدني ما فيش فارد بقى في مشكلة طبعا خلاص تعرف ان فيه كرة تانية غير اللي جمال كان بيتكلم عليها فيه كرة تانية الحارس لما طلعش تارك مع مصطفى محمد لقى بالكرة بايده من برا منطقة الجزاء اصلا يعني دي فيها طرد للحارس وبرده محدش شاف اي حاجة فطبعا عندك حق اكيد يعني ان ده فيه ظلم كبير جدا لكل الفرق اللي موجودة